اشتركوا في القناة انجازاً تاريخياً بوصوله نصف النهاية وهو انجاز كروي كبير ولكن كذلك بالقيم التي نترها لاعبوه في ملاعب قطر وتابعتها الملايين في كل البلدان والقارات قيم الأسرة الجامعة قيم امتغاء رضاء الخالق رضاء الوالدين قيم السدح بالتوحيد رمزاً وسوتاً والانتصار قضايا الأمة من خلال رفع المفلسطين كل هذا على مرأة ومسمع من الجميع وخاصة المسؤولين السياسيين من أوروبا الذين حضروا في بعض مباراية المنتقب الوطني ومنهم من سبق له أن اعتبر بوقاع ستم الرسول صلى الله عليه وسلم أن حرية تعبير وإحراق المصحف خلال الأسبوع الماضي بالسويد يعتبر أن حرية تعبير كذلك الذي ندينه بالمناسبة شد إدانة وهي مناسبة من منطلق قناعات حزبنا الراسخة ومرجعيته الوطنية التابتة في الدفاع عن سيادة ووحدة وهوية وطننا إدانتنا القوية لقرار البرلمان الأوروبي ورفضنا الجازم لكل الإملاءات الخارجية أيًا كان مصدرها وتحت أي عنوان أو دريعة كانت وفي أي موضع كان وهو موقف مؤسس على رفض الحزب المبدئي والمطلق لكل المؤامرات وكل الإملاءات من أي جهة كانت إن تعبيرنا وتعبير حزبنا عن موقف الرافض والمدير لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلة لبلدنا هو موقف من موقع حزب وطني مسؤول ومستقل وفي موقع المعارضة كما كان في موقع المساهمة في الحكومة إذ بقدر ما يرفض بقوة هذه الوصاية الاستعمارية لا يتردد في التنبيه إلى الاختلالات الموجودة والمطالبة بمعالجتها في إطار السيادة والمؤسسات الدستورية ونؤكد في العدالة والتنمية أن عزم بلادنا على صيانة استقلالية قراره وتحصين سيادته ووحدته الوطنية والترابية لا يعادله إلا حرصه الكبير على مواصلة إقرار الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة كل الإشكالات المرتبطة بها والتي لا تتوانى قواه الحية وأبناءه البررة في إطارتها ودعت إلى معالجتها دون محاجة لأي تدخل أجنبي أو وصاية خارجية الساد الرؤساء الساد البرلمانيون في هذا الصدد ننبه إلى انحراف الخطير الذي تعرف للأسف بعض مؤسسات الاتحاد وعلى رأسها البرلمان الأوروبي الذي تحول إلى منصة تسخر وبعض دول الاتحاد في مساعيها لتحقيق مصالحها الخاصة